قام غبطة البطريار بير باتيسيا بات سبالة بطريارك القدس للاتين بزيارة إلى المعهد الكليريكي في بيت جالة والتقى خلال الزيارة مع الكهنة والطلبة كما قدمت تهنئة لإدارة المعهد بمرور 170 عاما على تأسيس هذا الصرح العريق وألقى غبطته كلمة أمام هيئة المعهد قال فيها لا يكفي كي أكون كاهنا صالحا أن أنمو من الناحية الروحية فقط بل علينا أن نتعلم كيف نستمع للناس وكيف نعمل بروح الفريق الواحد مشيرا في كلمته إلى أن الإكليريكية يجب أن تكون مكان لقاء لتقوية إيماننا وانتمائنا للسيد المسيحي ومجتمعنا واختتم اللقاء بتكريم بعض الكهنة تقديرا لجهودهم وتفانيهم خلال خدمتهم الطويلة في المعهد